اشتركوا في القناة احداث نظام جبائي تفضلي خاص بالسيارة الشعبية هيئة الحقيقة والكرامة تنهي اعمالها بعقد المؤتمر الختمي للهيئة والتأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات المتعلقة بعدم تكرار الانتهاكات اهلا بكم من جديد افاد مجير عام المحروقات بوزارة الصناعة عفيف المبروك بان بعض محطات بيع الوقود خاصة في المدن الكبرى تشكو من نفاذ المخزون بسبب الاضطرابات المسجلة على مستوى التزويد واكد عفيف المبروك في تصريح اعلامي ان الوضع مقلق ويمكن ان يؤدي الى شلل تام في البلاد اذا ما تواصل الاضراب الذي ينفذه سائق شاحنات نقل المحروقات منذ يوم امس داعيا الاطراف المعنية الى ايجاد حلا سريعا لإيقاف الاضراب والعودة لسانا في نسق التزويد واضاف في السياق المتصل ان الادارة العامة للمحروقات لم يكن لديها اي سابق اعلام بهذا الاضراب داعيا المواطنين للتعقل وعدم اللهفة في التزويد بالمحروقات اعلنت الغرفة النقبية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة اليوم تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز بالجملة على كامل تراب الجمهورية وذلك ابتداء من الاثنين القادم على خلفية عدم تنفيذ مطالبهم المادية انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب المخصصة للنظر في تنقيح القانون المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات الشعبية بحضور كاتب الدولة للتجارة بعد تأخير بنحو ساعة لعدم اكتمال النصاب انطلقت الجلسة الصباحية العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في تنقيح القانون المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارة الشعبية بحضور كاتب الدولة للتجارة سمير بشوال وقد وصف بعض النواب هذا القانون بالامتياز الذي يمنح لطبقة الوسطى لتنسيل حصولها على وسيلة نقل خاصة ذات امتياز جبائي في ظل انهيار الدنار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن المشروع في حد ذاته هدايا يعتبر مقبول لانه مش يوسع من دائرة الفئات الاكثر قرب من المتوسطية الحال لاقتناء السيارة هذه خاصة وان انزلاق الدنار وارتفاع الاسعار جعل الكاد من المستحيل على الفئات المتوسطة باش تنال السيارة هذه نقاو السيارات تتجاوز الثمنة متاحها 30 الف دينار ورغم انها تتمتع بنظام تفاضلي القانون المالية اللي صدقنا عليه يعني كان عنده اجراء هام على مستوى السعر تخريض في السعر لانه نحى الجباية اللي كانت موجودة وابدى عددون من النواب تخوفهم من ان يمنح هذا الامتياز الجبائي لغير مستحقيه فضل عما اسموه بخطر السنزا في مخزون العملة الصعبة جراء توريد هذه السيارة المشكلة غاديكة المشكلة اننا نعنا اليوم في تونس جاعدين نفرغوا في مخزون التانى من العملة الصعبة جاعدين نورد ونضربوا في المنتوج التانى وانبعدوا اللوم وانا عنا بطالة وانبعدوا اللوم وانا اقتصادنا نهار وانبعدوا اللوم وانا امورنا ما يشبه التخوف انه يكون كذلك معنا استنزاف لاحتيات العملة ولكن التخوف الحقيقي هو ذهاب هذا الامتياز الى من لا يستحق بلى اعمل امتياز المسنع اعمل امتياز اللي ينتج علش اليوم احنا كتشوف انا كنايبة مش كمواتنا كنايبة كنايبة نخذ قدامي نبقى عندي فويت اسمها ميزان تجاري اسمها عملة سعبة وتم رفع الجلسة العامة لخمس دقائق بطلب من رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصفى بن احمد لتجاور حول الغيابات المتكررة للنواب وعدم موكبتهم لسير الجلسات عبر مجلس عمداء الاتحاد تونسي للمهنية الحرة عن تنديده بكل شدة بالمضايقات غير المبررة تجاه المسيرة الاحتجاجية المعلنية عنها مسبقا والتي انتظمت يوم امس بمشاركة عديد النقابات الاخرى بساحة القصبة محملا المسئولية لوزير الداخلية ورئيس الحكومة واعرب مجلس العمداء في بيان اصدره مساء امس اثر عقد جلسة طارئة له والتدول فيما آلت اليه الاوضاع عن رفضه القاطع واللمشروط التعامل بمغتضيات الاحكام التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 والذي وصفوه بغير الدستوري والمتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا والماسة بقدسية السر المهني الى جانب التعبير عن رفضهم لاي اعباء جبائية جديدة تثقل كاهل المواطن في غياب مقاومة الفساد ورؤية اصلاحية شاملة كما اعلن المجلس عن بقائه في حالة عقاد دائم لمتابعة تطور الاوضاع واتخاذ كافة الاشكال النظالية والتصعيدية الملائمة بما في ذلك التحركات التي وقع الاعلان عنها سابقا ويضم الاتحاد التونسي للمهن الحرة عددا من الهياكل المهنية وهي الهيئة الوطنية للمحامين هيئة الخبراء المحاسبين هيئة المهندسين المعماريين مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية نقابة اطباء القطع الخاص نقابة اطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة وعمادة المهندسين تنهي هيئة الحقيقة والكرامة اشغالها بعقد المؤتمر الختمي وتقديم التوصيات المتعلقة بضمان عدم تكرار الانتهاكات وترسيخ دولة القانون بعد اكثر من اربع سنوات من اعمالها وكشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات الجسيمة زمن الاستبداد والقيام بجلسات التحكيم والمصلحة وايحالة بعض الملفات على القضاء تنهي هيئة الحقيقة والكرامة اشغالها بعقد المؤتمر الختمي وتقديم التوصيات المتعلقة بضمان عدم تكرار الانتهاكات وترسيخ دولة القانون هيئة دون غرور راضية على ادائها علش راضية؟ على خاطر توا في الجلسات القادمة اللي بش تسير بين اليوم وغدوة هاتو تراو اللي ثم عمل انجزة ثم حقائق كشفت ثم توصيات سترفع الى الهيئات المعنية في الحكومة وفم عمل خلانا فم امكانية بش متصالحوا تقييم اعمال هيئة الحقيقة والكرامة على مدى سنوات اعمالها اختلفت بين الفرقاء السياسيين الذين اكد بعضهم نجاح الهيئة في العديد من اهدافها المتعلقة خاصة بكشف الحقيقة واحياء الذاكرة الوطنية الهيئة لم تستكمل عملها لشك في انصاف البحايا في جبر الاضرار لم تحقق حتى لان المصالحة الشاملة بما يدل على وجود خلل يحتاج لاصلاح وهذا ما طلبنا به تونس اليوم قدمت عملت خطوة مهمة في كشف حقيقة ما تم في كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة اللي تمد في حق التونسيين ويعتبر التحدي الاكبر لنهاية اعمال هيئة الحقيقة والكرمة هو تنفيذ توسياتها الواردة في تقريرها النهائي واستكمال مصاري العدالة الانتقالية من اجل عدم تكرار الانتهاكات واصلاح مؤسسات الدولة اهم هو كيف اننا سنتمكن جميعا الآن خطر بدون الهيئة ربما بمؤسسات اخرى اننا نحاولوا اولا واساسا ننجح في عملية المصالحة وننجح في وضع اسس دولة تونسية جديدة قائمة في امتي معناها على المسائلة قائمة على الشفافية ورافق انعقاد المؤتمر الختمي لنشاط هيئة الحقيقة والكرمة اعتصام لانصار الحزب الدستوري الحر الرافض لاعمال الهيئة بينما سندت في المقابل تجمعات لعائلات انتهاكات حقوق الانسان مصار العدالة الانتقالية ونتائج اعمال هيئة الحقيقة والكرمة استقبل رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي الذي يؤدي زيارة بيومين الى تونس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة التفكير والتشاور السياسية وقد ابلغ صفدي رئيس الجمهورية رسالة من العاهل الاردني الملك عبدالله بن الحسين كما اشهده بمتانة العلاقات التونسية الاردنية وما شهده البلدان من تعاون خلال الفترة الاخيرة تشرفت هذا الصباح بنقل الرسالة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين الى فخامة الرئيس الباجي قيد السبسي تؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز التعاون والبناء على الروابط الاخوية التاريخية التي تربط المنملكة الاردنية الهاشمية بالجمهورية التونسية الشقيقة نحن نطلق من قاعدة صلبة في التعاون وان شاء الله متجهون نحو المزيد من التنسيق والتعاون واذا تطلع جلالة الملك الى ان شاء الله الحضور الى تونس المشاركة في القمة العربية التي تصديف تونس الشقيقة بحضور ممثلين عن البلديات الساحلية بكل من مدنين وجابس واسفاقس التهمت الحلقة الاخيرة من الايام الاعلامية حول الملك البحري العمومي التي تنظمها وكالة حماية الشريط الساحلية في مواجهة التهديدات البشرية والطبيعية للسواحل التونسية الانجراف البحر وارتفاع مستوى مياه البحر من ابرز التهديدات الطبيعية للملك البحري الذي تعد وكالة حماية الشريط الساحل برنامجا للحد منه في عدة مناطق سواء بشركات المحلية أو الخارجية جزيرة قرقنة والشمال مدينة السفاقس هم الاكثر مناطق تهديدا بارتفاع مستوى البحر وبنعكسات تغييرات مناخية في مواجهة هذا التهديد شنو نعمل؟ الحقيقة الوكالة قامت بمشروع ممولة في طار تعاون دولي مع الفيدرالية الألمانية للتأقل مع تغييرات مناخية مشروع يتمثل في حماية عشرة كيلومتر من السواحل جزيرة قرقنة نحن من جويلية شدينا البلدية وخدمنا على نظافة الشاطئ والبروجيه متاعنا اللي بيش مشيو كونو ننظف شاطئ هذي ولي فسحة شاطئية لبلدية المحرس ما يخفاش عليكم عنه كيف كيف عنه سيتر كولوجيك يونجا اللي هو على الشط دونك فيه معلم أثري يونجا دونك حب نخدمه على كونو بلدية المحرس والي بلدية سياحية ونخدمه على شريط الساحل اللي بتاعنا يكون نظيف ويكون قبلة للزوار اللي يجيوا المحرس والأولاد المنطقة وهذا اليوم العالمي هو جزء من حملة للتقليص من التهديدات الطبيعية والحد من التهديدات البشرية عبر تشريك السلطة المحلية وقد تمت دعوة البلدية الساحلية بكل من جابس ومدنين واسفاقس احنا انطلقنا على مستوى الوكالة باعداد دراسة باعداد حوالي 40 بوب لمجموعة من البلديات من جملتها بعض البلديات الساحلية اللي هي في الوسط وكذلك معناها في الشمال وربما في مرحلة قادمة باش نخص ببقية المنطقة ثم دعوة أيضا إلى البلديات أنهم يبادروا بالنظر في خصوصيات الشواطئ اللي عندهم كيفية اعداد هذه الأمثلة السواحل التونسية عموما وسواحل اسفاقس خصوصا منفتحة على الاقتصاد السياحة وفلاحة ولكنها في كثير من الأحيان ضحية استغلال تغيب فيه نظرة استراتيجية طويلة المدى دائما في الشأن البلدي انتشار للفضلات المنزلية والمصابات العشوائية بسبب عدم رفع الفضلات منذ ما يزيد عن شهر تقريبا أمام تواصل غلق مقر البلدية برديف بسبب الاحتجاجات يتواصل تعاطل العمل البلدي ببلدي ترديف منذ ما يزيد عن الشهر تقريبا وتتعاطل معه أبسط تدخلات البلدية لرفع الفضلات المنزلية وإزالة المصابات العشوائية التي انتشرت في كل مكان بسبب اعتصام ينفذه مجموعة من أبناء المنطقة المطالبين بتشغيل صلب شركة البيئة والغيرسة بمقر بلدي ترديف الله تعرف معناها سيدي بوباك لانا أكلنا فتل الجراثيم أنا عندي ابنية معناها فتل الشمبينيوزة بالنموش أنا لومه شي جريش بلدي والهو والله حبنا على ورقش بالحالة حالة يرسلها حالة البلدية مسكر الخدمة لا تخدمش الله يقدر خير وكهو اختف تعطلت مصالح المواطنين جراء غلق البلدية وتشوفوا اليوم الفضلات كيفاش معناها الأماكن وكل فرديف ثم مجهود يذكر فيشكر معناها من عمان النظافة الحقيقة معدين قاعدين يبذل في مجهودهم لكن معناها ثم العديد الإشكاليات نحن نطالب من سلطة الاشراف يعني أن نضر في هذه الوضعية سلطة محلية معطلة وميزانية تشاركية بما تتضمنه من صفقات وشراءات لسنة القادمة لم تنجز بعد أمام تواصل غلق مقر بلدي ترديف وأحياء تغرق في الفضلات والبناءات الفوضوية لمدينة تعد حوالي 27 ألف ساكن لدي مشي كان مضامين وعنا مشاريع حابسة عنا تشاركية أو حابسة الموطنين بيها قبلها 31 ديسمبر نكملوها عنا إنجاز ميزانية قبلها 15 ديسمبر وعنا برشا مشتريات بجد علينا تعرف كنت تتسكر السسامك أو لا بشتاب قادم ما نجمناهم لحد شي شراءات منها بنزين بشيخدنا من البارك بشينا نظافة منها مونة لكل براتيك محابسة وصلنا في رديف في تصورنا سلطة محلية ما عندها حتى سلطة تكتسبها وصلنا في رديف في تصورنا وصلنا أن المحلات العبث حركات احتجاجية متواصلة بمدينة رديف تحتل مقارات المؤسسات العمومية كمقر البلدية وكذلك مقر المعتمدية وأخرى تعطل مصار الانتاج بشركة فوسفات قفصة أمام تجهل أو غياب لسلطة المحلية والجهوية اختتمت أمس بجامع الزيتون المعمور فعاليات جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها السادسة عشرة وشارك فيها 22 مرتلا ومجودا للقرآن من دول عربية وإسلامية في أجواء روحانية بجامع الزيتون المعمور وبتلوة آيات بينات من القرآن الكريم اختتمت فعاليات جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده وقد فاز القارئ التونسي محمد بن عبدالقادر معرف بالمرتبة الأولى بفرع الحفظ والتفسير حرست على الجائزة الأولى والحمد لله وقد كانت في الفرع الحفظ والتفسير للقرآن الكريم وقد كانت هذه المسابقة الثالثة على المستوى العالم التي شارك فيها بعد أن شاركت في مسابقة دبي وموسكو وفي فرع التجويد في القرآن الكريم آلة الجائزة الأولى للقارئ عبدالجليل بوسكا من المغرب الحمد لله بدلنا الجهود أنا والمتسابقين والحمد لله كانت النتيجة بحصولي بالمركز الأول في فرع التجويد وأتمنى لمتسابقين إن شاء الله العام الآتي إن شاء الله أن يحصلوا على المركز الأول إن شاء الله وزير الشؤون الديني أحمد عظم لدى إشرافه على تكريم المشاركين نكد أن هذه المسابقة هي تجسيد لتجذر تونس في قيم الدين والتسامح تونس تبقى ديما أرض متع التفتح متع التسامح متع الدين الإسلامي اللي نحن نحبوه كما نحبوه نحن هذه هو حقيقة الدين الإسلامي دين الاعتدال دين الوسطية دين اللي نحبوه ننهض به دين التنمية دين النمو دين الرقي وقد حذر حفل الاختتام عدد من سفراء دول عربية وإسلامية وإطارات دينية جولة أخبارنا الدولية نبدأها من ليبيا أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم عن قلقها العميق إزاء الأوضاع السائدة في جنوب ليبيا حيث تم إغلاق حقل الشرارة النفطي أكبر حقل نفطي في البلاد بشكل قصري ونبهت من أن إغلاق الحقل سيعرقل الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين ظروف العيش في ليبيا وجددت التأكيد على دعمها الكامل للوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسا سلاما وفي سياق متصل قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الانتاج في حقل الشرارة مؤكدا أن أي محاولة لدفع الفدية ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن قوات سوريا ديمقراطية تدعمهم الولايات المتحدة أخرجت تنظيم داعش الإرهابي من بلدة هاجين شرق البلاد على صعيد آخر مدد مجلس الأمن الدولي العمل لعام واحد بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة ويأتي قرار التمديد رغم امتناع روسيا والصين عن التصويت خلال الاقتراع السنوي الذي يجريه مجلس الأمن لتمديد الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية بعد أن اعتبرت موسكو أن التفويض الذي بدأ قبل أربع سنوات لا صلة له بالواقع فيما أيد بقية أعضاء المجلس الثلاثة عشر مشروع القرار الذي صغته السويد والكويت رحبت إيران بالاتفاق المبدئي الذي توصل إليه طرف الحرب في اليمن لوقف القتال في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحثيون ووصفته بأنه خطوة إيجابية تماهد طريقة للجولة المقبلة من الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجماعات اليمنية ويعد هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس أولاً فراجة مهمة في جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائري منذ خمس سنوات في اليمن تتوصل في العاصمة البلجيكية بروكسيل فعاليات اليوم الثاني لقمة الزعماء الأوروبيين وعلى طويلة النقاش عدة قفايا على رأسها ميزانية التكتل والسوق الأوروبي المشاركة والهجرة فضلاً عن مسألة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي التي تصدرت جدول أعمال القمة في يومها الأول حزمة من الإصلاحات الخاصة بتدعيم منطقة العملة الأوروبية الموحدة من المنتظر أن يوافق عليها الزعماء الأوروبيون المجتمعون اليوم في بروكسيل في ثاني أيام القمة الأوروبية حيث من المتوقع اعتماد إجراءات وافقة عليها وزراء مالية التكتل تتعلق بإنشاء صندوق إنقاذ مالي للتدخل ومساعدة الدول الأعضاء التي تواجه اضطرابات اقتصادية كما يناقش قادة القرى العجوز إجراءات لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بغية تعزيز إدارة وصول المهاجرين إلى التكتل الأوروبي ويأتي اليوم الثاني للقمة الأوروبية في أعقاب مناقشات مطولة أمس تناول التطورات مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكسيت بعد أن سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الحصول على ضمانات قانونية حول استخدام بند شبكة الأمان فاتفاقية الانسحاب وهو البند الذي يرفضه غالبية نواب البرلمان البريطاني ولم يبدل قادة الأوروبيون خلال هذه القمة استعدادهم لإعادة التفاوض على شبكة الأمان لكنهم أكدوا إمكانية إعطاء بريطانيا تطمينات أكبر حول الطبيعة المؤقتة لهذا البند المثير للجدل ويرى المنتقدون للاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي حول بريكسيت أن خطة شبكة الأمان الخاصة بوضع حدود إيرلندا الشمالية ستبقي المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى وستحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارية في أخبار رياضة كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة المذيقة لللاعبين العشر المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2018 والتي تضمنت وجود لاعب ترجل رياضي أنيس البدري ومدربه معين الشعباني وسيتم تسليم مختلف جوائز الاتحاد الأفريقي في احتفالية ضخمة ستصدفها العاصمة السينغالية داكار في الثامن من جنفي المقبل ختام النشر مشاهدينا وهذا تذكير بأبرز عنوينها الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعلن تعليق نشاط توزيع القوارير في كل الجهات ابتداء من الاثنين على خلفية عدم تنفيذ مطالبهم جلسة بمجلس النواب مخصصة للنظر في تنقيح القانون المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارة الشعبية هيئة الحقيقة والكرامة تنهي أعمالها بعقد المتمر الختمي للهيئة والتأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات المتعلقة بعدم تكرار الانتهاكات ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكرا على المتابعة والاهتمام للقاء اشتركوا في القناة